موسيقى من بستان القبر منستمر بدراستنا عن الأسبوع اللي غير وجه التاريخ في هذا الفقر رح تكلم عن براهين القيامة دعونا نتذكر أنه جلد المسيح الجلد الروماني وكثير ناس بتموت تحت طبعا تأثير هذا الجلد القاسي جدا ثم حمل الصليب وعد عن طبعا تاج الشوك وصل إلى موضع جمجمة وهناك صمر على الصليب يديه ورجليه ومثل ما ذكرت قبلا أنه باختياره نكس الرأس وأسلم الروح لما أكمل كل شيء ومات وحتى يكون في تأكيد لهذا الموت طعن بالحربة هذا تأكيد أنه فعلا مات ثم أنزل عن الصليب وكفن بأكثر من سبعين رطل من الحنوط من المر والعود طبعا تجبل في لفائف الكتان وزي يعني جبلي وبحطوها على جسده هذا طبعا تأكيد أنه فعلا مات في اليوم الثالث دحرج الحجر ملاك كبير دحرج الحجر مش مشان قيامة المسيح مشان الشهود اللي أجوا يشوفوا القبر الفارغ فالمسيحية ترتكز على قواعد ثابتة أساسية أن القبر فارغ وأن المسيح حي ليس هو هاهنا لكنه قام والحقيقة الأخرى تتميم لنبوات العهد القديم إنسل جسد المسيح من هذه الأكفان والمنديل كان موضوع جانبا مكتوب عن بطرس وعن يحنى لما شافوا هذا المنظر ودخل بطرس رأى وآمن فإذن هذا كان دليل أنه الجسد لم يسرق وأنه كان فعلا الجسد انسل من هذا الكفن اشتركوا في القناة